اشتركوا في القناة بقانون التسجيل والترخيص وصيد صغار الأسماك والربيان وأحيازة واستخدام شباك الجر العائمة ومزاولة الصيد في منطقة محمية منضحة أنه في إطار المحافظة على الحياة الفطرية والثروة السماكية في المياه الإقليمية فقد بلغت كمية الثروة البحرية المضبوطة خلال تلك الفترة 1661 كيلو جراما من الأسماك والربيان وغيرها. في الوقت الذي تمكنت فيه دوريات خفر السواحل من إنقاذ ومساعدة 472 شخصا و318 سفينة في سياقنا متصل دعت قيادة خفر السواحل كافة البحارة ومرتدي البحر إلى الالتزام بالقوانين والاستجابة لتعليمات الدوريات في التوقف للرقابة والتفتيش مؤكدة على ضرورة التعاون مع الدوريات البحرية والبرياء التابعة لها في إطار أداء واجباتها الأمنية وأضافت أن عدم التعاون في هذا الشأن يعد مخالفا للقانون حقيقة نحن نشيد بالجهود التي تبذلها قيارة خفر السواحل سواء بتثقيف الصيادين وإعلامهم بالأنظمة والقوانين المتبعة التي تصب في مصلحة الجميع حقيقة وفي الفترة الأخيرة لاحظنا زيادة في الحملات التوعوية والتفتيشية في السواحل ودخل البحر للقضاء على ظاهرة الصيد الجائر التي تقوم فيها العمالة السائبة ونحن نتمنى كذلك من الصيادين أن يكونون على علم ومعرفة بالتوجيهات الدورية التي تصدرها وزارة الداخلية بشكل عام أو سواء من قيارة خفر السواحل بشكل خاص شكرا لخفر السواحل لما قامت ووضعت هذه الأنظمة التي منظمها الجي بي اس والتي عملتها حتى الأرقام كانت موجودة أرقام على طراريد ما كانت موجودة الآن حتى مسميات على الطراد رقم على الطراد هذه كلها من صالح ترى الصيادين لو ضاع الطراد ماله لو راح مكان على الأقل يعرف يدله في وين فلذلك إحنا نرحب هذه ونشكر خفر السواحل وأيضا زارونا كذا مرة يعني ما قصروا يعني واحدة دائما اللي نسمعه من عندهم ننقله حق الصيادين وحق البحارة اللي احنا نعرفهم ونزورهم في أماكنهم ترجمة نانسي قنقر